موجز الثالث عصر من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية ذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال انطاق الطاقة النظيفة خاصة الهايدروجين الأغضر وتطبيقات الصناعية المختلفة وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع قد شهد أيضا عرض مستجدات التطوير الجاري بالموانئ العين السخنة والعريش وغرب برسعيد خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والمخازن والأرصفة البحرية فضلا عن استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق برسعيد المتكاملة حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خمس جوائز ضمن مساوقة ستي بي أوردس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 ذلك من بين أكثر من 700 فريق متنافس من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جانبه هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جميع مسؤول وأعضاء فرق العمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحصولهم على هذه الجوائز مشيرا إلى أنها نتاج جهد دقوب تم بدله في اللاونة الأخيرة مؤشددا على أنه سيظل داعما للمركز فهو ذراع الحكومة في توفير البيانات والمعلومات المختلفة كذلك يساند ويدعم متخذ القرار بما يوفره من أطرحات ورؤى وأفكار في مختلف الملفات انتهى موجز الثالثة في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة